الأمنيات الثلاثة حكاية من التراث الأوروبي كان يا مكان في قديم الزمان كان رجل عجوز يعيش مع زوجته في قرية نائية بعيدة وكان هذا العجوز أكثر رجال قريته كسلا كانت زوجته تشكو من كسله دائما وتخاطبه بكلمات جافة لاذعة حياة مع هذا الرجل انهف أيها الرجل انهف أيها الكسول لماذا لا تعمل؟ لماذا لا تعمل؟ قم قم هيا أعمل هيا حسنا حسنا نايتها الثرثارة قررت أن تعمل؟ هيا ماذا تقصد؟ أريد بعض النقود لأشتري العصير ماذا تقول؟ يا لك من كسول يا لك من خلافه؟ يا لك من خلافه؟ أيها- أقد ألقي بي خارج البيت ثانية يا إلهي لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يطرد فيها الرجل الكسول خارج بيته ولكنه تادى على اختلاق الأعذار المناسبة كي يعود إلى البيت إلا أنه لم يخطر بذهنه عذر جيد هذه المرة وهكذا أخذ الرجل العجوز يقلب الأعذار في ذهنه علّه يجد ضالته وفجأة سيدي سيدي أرجوك النجدة من هناك أين أنت هنا أسفل الشجرة ونظر الرجل العجوز إلى جذور الشجرة فشاهد عربة صغيرة جميلة وبداخلها فتاة جميلة أرجوك النجدة يا سيدي لقد سقطت عربتي في هذه الحفرة ولا أستطيع الخروج منها معذرة فأنا لا أستطيع مساعدتك يا بنيتي إنني رجل عجوز وضعيف جدا ولكن العربة صغيرة يا سيدي باستطاعاتك أن ترفعها بسهولة حقا إذن سأساعدك وهكذا تقدم الرجل العجوز مكرها من العربة ورفعها إلى الأرض شكرا جزيلا لك سأكافئك على كرمك هذا هل أنت متزوج أخبرني أجل ولكني لست على وفاق مع زوجتي إنها عصبية المزاج جدا يا لها من زوجة مزعجة لما لا تتركها وتتزوجني بدلا منها ما رأيك بذلك أخبرني كلا هذا مستحيل نحن نعيش سويا منذ خمسين سنة نعم حقا حسنا سأمنح زوجتك هذه ثلاثة أمنيات ثلاثة أمنيات لزوجتي أجل ولكن تذكر أمنيات ثلاث فقط قالت الفتاة كلماتها تلك وانطلقت في الهواء مسرعة ثم اختفت عربتها ذات الخيور الأربعة عاد الرجل العجوز إلى بيته ليقص على زوجته ما حدث تأبل لك ولقصصك التي لا نهاية لها أبدا كلا كلا يا زوجتي هذا ما حدث يجب أن تصدقيني كلام فارغ أنت تعلم دائما لا شك بأنك نبت في مكان ما كفاي هان لماذا لا تحاولين طلب أمني واحدة بدلا من هذا الهراء هيا فكر لنا بطعام مناسب كم كنت أتمنى أن أتناول السجق يا للمفاجأة سرعان ما ظهر الكثير من السجق يا إلهي كلامك صحيح أصيبت الزوجة بالذهول هي وزوجها لم يكد يصدق أحد منهما ما رأته عيناه سجق حقيقي نعم أما زلت تشكين بقصتي ها تكلمي بقي للزوجين الآن أمنيتان فقط فجلسا يفكران بهما بعمق وتروي آه ما رأيك في أن نصبح ملكا وملكة ما رأيك آه ملكة آه لا لا كلا لن يتبقى لنا سوى أمنيتين ملك وملكة ولكن من أين لنا بالقلعة؟ آه والملكة بدون القلعة كالشاي بدون السكر هذا معروف نعم آه ما رأيك أن نعود شابين ثانية ها؟ آه إياه أجل كما كنت سابقا ها؟ لقد تغيرت كثيرا تريد أن تصبح شابا لكي تتزوج واحدة الأخرا ها؟ لا 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 ولكن ما فائدة الشباب بدون مال يجب أن تعمل تفهم؟ يجب أن تعمل أه أنا أعمال؟ ماذا تقولين؟ لا 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 أريد أي أمنية إذا كنت سأعمل أرجوك إلى أعمال وحالما سمعت الزوجة كلمات زوجها غضبت يا لك من رجل مخيف أراك تفضل الكسل على الشباب لقد نلت منك ومن كسلك ما يكفيني لن أفعل شيئا آخر من أجلك ولن تنال سوى هذا السجق وكما تمنى أن يتدلى من أنفك نعم يتدلى من أنفك وتصبح لا وهكذا نطقت الزوجة بالأمنية الثانية دون أن تشعر وتحققت الأمنية الثانية للزوجة فورا والتسقت قطعة السجق بأنف الزوج خلصيني خلصيني من هذه الأمنية الرهيمة خلصيني ورداتي أي أنفي حسنا هذا مفيد لك حسنا سأتركها كما هي لأنك تسرق أكثر من ذلك كفاك نزاحا أسرعي استخدمي أمنيتك الأخيرة هيا خلصيني منها كلا لن أستعمل أمنيتي لصالحك وأن ما ستكون لصالحي أنانية تفكرين بنفسك فقط أنا الأنانية إنه أنت الأناني أناني جدا وهكذا تشاجر الأثنان من جديد حتى ألم بهما تعب شديد فذهبا للنوم وفي منتصف الليل اجتذبت قطعة السجق بعض الفئران إليها فتسللت الفئران إلى الرجل العجوز وأخذت تلتهم قطعة السجق التهاما ولكن ماذا سيحدث الآن؟ شكرا! يا سوتي ماذا س أبعل لك يا سودي في هذا الكفاية أكثر دشيعا عليك حال لا أريد لم أكن أقن vec大家都 زوجي الحب لله الزوج العزيز وهكذا نطقت الزوجة بالأمنية الثالثة وأنقذت زوجها وبهذا نفدت الأمنيات الثلاث أرجو المعذرة لا بأس عليك يا زوجي العزيز سوف أعمل بجد دون كلل أو ملل هذا عهد مني صدقين يا زوجتي حقا يا زوجتي أجل إنه عهد مني كمان سعيدة منذ تلك اللحظة أخذ الرجل العجوز يعمل مع زوجته ويساعدها في كل شيء فعشا بسعادة بالغة وهكذا أصبح الاثنان مثلا اقتدى به جميع أهل القرية موسيقى موسيقى